مثل قصة عمرو بن الجموح وقصة عجيبة كانت سبب إسلامه وكان سيدا في قومه وكان قد خص نفسه بصنم عنده في البيت محتفيا به معتنيا به يطيبه وينظفه ويجمله ووضعه في مكان جميل في البيت وكان كلما دخل إلى بيته عبد هذا الصنم فمن الله تبارك وتعالى على ابنه معاد بالإسلام وعلى بعض صغار الأنصار صغار الخزرج من الله عليهم بالإسلام فخططوا خطة يوضح من خلالها لعمر بن الجموح أن هذه الأسلام لا تستحق هذه العبادة مثل المخطط الذي أو الخطة التي قام بها إمام الحنفة إبراهيم الخليل عليه السلام فجاءوا في الليل ووالده نائم الذي وعمر بن الجموح جاءوا في الليل وأخذوا الصنم وأخذوا الصنم وذهبوا به إلى المكان الذي تقضى فيه الحاجة ووضعوا الصنم منكسا على رأسه فوق العذرة جعلوه منكسا على رأسه فوق العذرة فلما أصبح يريد أن يعبد ذلك الصنم أخذ يبحث عن ما وجده فأخذ يبحث عنه في البيت هنا وهناك إلى أن وجده منكسا على رأسه فوق العذرة فغضبا من هذا المنظر ولا يزال قلبه متعلق بهذا الصنم فأخذه وغسله ونظفه وطيبه وأعاده إلى مكانه وعبده وهو قبل قليل حمله من فوق العذرة ملطخا بالعذرة معبوده وأخذه وغسله بنفسه وأزال عنه الوثخ بيده ونظفه ثم وضعوا أمامه وقام على عبادته ثم أعادوا الكرة مرة ثانية وأيضا بحث عنه وجدوا بهذه الصفة ونظفه وأعاده إلى مكانه واستمر على عبادته المرة الثالثة أخذ المرة الثالثة لما أعاد الصنم إلى البيت جاء في الليل ووضع بجنب الصنم سيف قال إن كنت صادقا دافع عن نفسك يعني إلى متى أنا الذي أدافع عنك وأنا الذي أبحث عنك وأنظفك أنت دافع عن نفسك هذا السيف أدافع عن نفسك إن كنت حقا أو صادقا دافع عن نفسك وضع الصيف عنده جاءوا في الليل وأخذوا الصنم بالصيف وذهبوا إلى المكان الذي تلقي فيه الناس النساء الحيط والقاذورات والقاذورات وربطوا في عنقه كلب ميت وأخذ الصيف ورموه في هذا المكان وأخذ يبحث عنه ثم وجده بهذه الصفة وحينئذ طابت نفسه طابت نفسه لما تقرر عنده هذا الأمر إذا كان لا ينفع نفسه كيف ينفعني